السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البسطة مع كريمة سعيدة بلقيكم مجددا كنتمنى هذا الفيديو لقاكم انتم دائما في احسن الاحوال الفيديو ديال اليوم ان شاء الله سنحضر معكم فطائر بالبطاطس فطائر رائعة وكذلك سهلة واقتصادية وكذلك بحشوة للديدة كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هاد الفطائر لانهم رائعين ومكونات ديالهم جد بسيطة لكنت اول مرة تشاهدوا القناة ديالي كنتمنى انكم تشتركوا في القناة وكذلك تفعلوا زر الجرس بجدائما نوصلكم الجديد ديالي ولما لا نبرتج مع الاهل والاصدقاء كي تعمل فائدة وبسم الله وعلى بركتي الله لتقلوا الفيديو كذلك المقاتل بالنسبة هنا يعني لتتدي الحبات ديالبطاطس المتوسطين قدي نقطعهم على هاد الشكل شكل مكعابة صغار بالنسبة للكمية ديالبطاطس قريبا نصف كيلو بعدما قطعت البطاطس ديالي وضعتها في الإناء كيما كتلاحظوا هادين وضحنا ياجوش بيضات كذلك عندي نايات 300 ميلي من الحليب ما يعادي الجوش كسان ديالالعنبا وعندي أربعة ملاعق من زيت المائدة كذلك القليل من اللبزة للتنسيم ونصف ملعقة صغيرة من الملح كيبقى على حسب الدوق كلكم تزيدوا أو تنقصوا وغادي نطحن هاد الخالط ديالي جيدا بالميكسور إلا ما نتوفرش عندكم ميكسور يمكنكم تستعملوا الخلط الكهربائي غادي نوضحنا في هاد الإناء الكبير ونحاول أنني نطحن جيدا ديالبطاطس ديالبطاطس ديالي وتحصلت على هاد الخالط على هاد الشكل غادي نضيف هنا يستمع العقب من الدقيق نغرب لهم طبعا نغرب للدقيق باش ما يقوش في ذلك تاكت شولة ديال الدقيق ونخلط كذلك جيدا نحاول أنني نمزج هاد العناصر حتى ما يبقاش ديال حوباي بس ديال الطاحن كما كتلاحظوا الخالط اللي حسن نعلي يعني خالط سائل نوع الماء يعني ما كيكونش خالط اللي تقيل كما كتلاحظوا طبعا دهنتنا بالقليل من الزيت وطبعا المقلة تكون غير لسيقة وهدي نوضع واحدة الكمية ديال خالط ديالي على هاد الشكل نحاول أنني نوزعه في المقلة ديالي طبعا النار تكون مهيلة ونخليه يحمر من ديك الجيهة وطبعا نقلب الجيهة الأخرى نحمره من جميع الجوانب ونضيف كذلك الثانية من طريقة لي جيد سهلة وبسيطة نحاول أنني نوزع الخالط ديالي جيدا في المقلات بعد محضر لي من ديك الجيهة نقلبه للجيهة الأخرى نحمره من جوجة ديال الجيهات فهذه اللحظة هدي غدي نمشينا نوجد الحشوة ديالي بالنسبة للحشوة الاقتصادية وانتوما يبقى لكم على حسب الرغبة ديالكم يعني توجدوا أي حشوة كتفضلون تومة أنا وضعت هنا بصلة كبيرة لشلتها وضعتها مع قليل من الزيت ونخلي ديكبسلة ديالي تشحر بعد ما تشحر ديكبسلة غدي نضيف صدب ديال الدجاج اللي قطعته مكعبت طبعا ونضيف القليل من الملح كذلك القليل من الغزار ونخلط مجيدا هاد العناصر ونضيف هنا حك ديال ياغورت طبيعي بدون يسوكا ونخلي ديال الحشوة ديالي حتى تشرب مزيان ديالي ديال ياغورت تتنشف مزيان فضل اللحظة هادي كما كتلاحظو هاكم تشوفوا الفطائر ديالي بعد ما طيب ديال هذا الشكل كخيب كما كتلاحظو والحشوة ديالي بعد ما ذات شحرت مزيان وشربت ليدك الياغورت خليتها تبرد فضل اللحظة هادي غادي نعمر الفطائر ديالي بالحشوة ومن طبعه تلحال غادينا نوضع يعني بالنسبة لفطائر ديالي كانت التحت اللي وضعناها لولا التحت يالي نوضعوها الداخل نوضع القليل من الفرماج متلاتات يمكن لكم استغناء عليه ولكن كي يعطي واحد المادة قرائع ونطبيع على هات الشكل كذلك نزيد معكم الثانية طريقة اللي سهلة يعني بدون اي تعقيدات كانت طويب على شكل سيقار لكم تشوفوا بعض المساليتهم فضل اللحظة هادي من كلكم تخليهم هاكا أنا غادي نحمرهم شوية في القليل من الزبدة باش ياخدوا ليدك اللون دهبي وجوهم حمري وكذلك الزبدة تعطيهم واحد المادة قرائع كتبقى غير فكرة فقط من كلكم تخليهم هاكا غادي نحمرهم هنا يمزيان ياخدوا ذاك اللون الدهبي مقربوا من كذلك الجهة الأخرى بعد ما كملتهم راكم تشوفوا الشكل النهائي ديالهم صرحة فطائر كيشهيو كيجيو رائعين شكلا ومداقا تلحو شوالي حوشوالي اقتصادية كما تابعتم معي في الفيديو يعني حوشوالي وكذلك الديدة كنتمنى هذة الفيديو يعجبكم وكنتمنى كذلك أنكم تجربوا هذة الوصفة لأنها فعلا وصفة رائعة كتستحق التجربة وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر